تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من معالي شيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة ون للعام 2022 وأكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء أن النجاح المبهر الذي تحقق في دورة العام الحالي من سباق الفورميلة ون أثبت قدرة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتبعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبتكاتف فريق البحرين على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص لتتواصل بل لتواصل المملكة حصد ثمار جهود أبنائها المخلصين ولتحقق المزيد من الإنجازات التي تعود بالخير والنماء على الجميع داعيا معاليه المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة وأن يمنى على مملكة البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار والرفعة في ظل القيادة الحكيمة ترجمة نانسي قنقر